السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله سعيدكم في حلقة اليوم سنتحدث عن التوربو هات هذه التوربو هات عندنا هنا توربو مقفل في عندنا هنا توربو مفتوح بالمروحة وانا شرح لكم مكسر بس نسرح لكم علي وعندنا هنا هنا الانتركولر تكلمت قبل كده على التوربو السوبر شارج مع رشة صبيعي صرده شوية مع الشحم فاتكلمت لكم قبل كده على التوربو السوبر شارج اليوم بس نتكلم على التوربو الناس خايفي بالتوربو وكل يقول لكم التوربو في بعض الأساطير عجيبة شوية ما ينفع التوربو في جو الحار ومور هاتي كلها ليش التوربو والتفاصيل دي هناخدكم عليها اليوم بشكل بسيط نشرح لكم ليش إيش الفوائد عشان إيش والمبادئ الأساسية حق تشغلها خليكم مراجم عام 1900 عام فن عام 1885 أول احتراق 1884 كما تعرفوا أول محرق احتراق داخلي محرق احتراق داخلي صناعته وشركة مرسيدس بنز 1885 يعني بعدها بسنة المهندسة الألماني قوتليب ديملر طبعا واضح الاسم الراجل ايش اللي صنعوه اخترع سجل برات احتراع عن طريق هوا عن طريق السير ميكانيكية فبتضوخ هوا داخل غرفة الاحتراق داخل السيلندر فسموها سوبر شارج هذا عام 1885 أول محرق احتراق داخلي 1884 عام 1905 مهندس سويسري كان ألماني قوتليب ديملر سوبر شارج 1905 مهندس ألفرد بوتي سويسري كان شغال في تطوير حركات الديزل اخترع التوربو التوربو هو الشهير التوربو شغال بنفس الطريقة بس بدل من مربوط بسير كما شرعت لكم في فيديو حق التوربو سوبر شارج بيستخدم الهواء الهواء المطروض اللي هو هواء الغاز الحار اللي مشوكمان الطاقة المحضورة دي بيحرك مروحتين والمروحتين هادي بتحرك الهواء بتضغط الهواء داخل المحرك الآن كلمة بوست كلمة بوست اللي هو الضغط أي ضغط فوق الضغط الجوي الضغط الإضافي اللي فوق الضغط الجوي واللي تم تحقيقه داخل الرأس المحرك مداخل الهواء هو هادي يسمى بوست الضغط عشان كده كاميرا قد تتكلم مع الناس اللي ميجوا قولي ضغط المكينة قولوا لا دوران المحرك ركز على كلمة بيحفظها تماما غير ضغط المحرك في ضغط اللي يجي مع التوربو سوبر شارج وفي انضغاط ده بيكون في النسبة للانضغاط حق التبست من جوا فريد نحفظ المسميات أنا ما قدر أصلح للناس أغلاطهم اللي حابي بسمي زي كلمة حين قبل كده شرحت كلمة شاس أو شاسي وكلمة فيتك أو اللي كاختصار الكلمة أنا ديكم المسمى الصح وبعد كده ما نحب أصلح نفسه فهو هذا ما تروكله تماما فنفس النقطة هنا كلمة اللي يقول لي ضغط المحرك لدران المحرك يقول له ضغط وارب وعقول له نعم الآن ليش شرحت الحكاية دي أول لأنه بنوصل للمواضع دي الآن فالضغط البوست الضغط فرنس المحرك فوق الضغط الجوي سواء من التوربو أو سوبر شارج هو دي يسمونه البوست وقديش البوست نوصل له وكم توربو وكم توربو وكم توربو هذا هنوصل له خلوكم تحين نحن شرح لكم بالتفاصيل على باقي التفاصيل على باقي التوربوهات وإش المميزات حقها فكروا في التوربو سلمكم كالأتي صديقكم الوفي وحشرح لكم مثالين يعني شين كتكونوا زي اللي طالع مقناص الصيد فعادة بيكون معا إما الصقر بالصيد فيه أو كلاب سلوكية أكونوا كلها عايشة تساعدوا في الصيد التوربو وين طبق نفسك لها سوبر شارج اعتبروا الصقر حقك النسر أو الكلب السلوكي انت اديت أمر للسيارة حطت عينك البندقية تبقى تصيد هذا فاديت أمر للسيارة أبغى السيارة تصل لسرعة فلانية أو لمكان الفلاني فالتوربو اللي هو عبارة عن النسر أو الصقر حقك أو الكلب السلوكي هو اللي بروح بيعمل الشعودة كله ويجري يجيبها فهو ذات التوربو ليش التوربو؟ بعيدا شوية عن قلنا أنه المستقبل الآن الموضة جديدة الآن تصغير المحركات تقليل الإنبعاثات السامة تقليل صرفية البنزين من ضمن الأشياء هذه اللي أسلمكم تخفيف وزن السعر تخفيف وزن السعر بدأ ما نحط تمانية سلندر تقدي نفس الأداحقة ممكن نجيبها بأربعة سلندر فالآن شوفنا الفولفو شوفنا مرسيديز شوفنا بيم دابلو الألمان عموما الأوروبيين عموما الأمريكان بدأوا يدخلوا شوية شوية في التوربو شركة نيسان لها باع طويل ممكن في جي تي آر وفي في الأمفينيتي في الأربعة سلندر والستة سلندر يعني ابتدت شوية شوية زحمة التوربو توصل لهم الشركة ليكزيس كمان برضو من شركات أبلاغة اللي يبتدوا على نطاق خفيف في التوربو الآن كل ما لهم يتوسعوا الكوريين موجودين في التوربو الصينيين موجودين في التوربو فالكل الآن داخل في التوربو فالفكرة كلها تخفيف وزن السيارة من ضمن القطعة اللي تم تخفيفه في وزن السيارة وزن المحرك فبدأ ما يكون عندك ستة لاف سي 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 أو سبعة لاف سي سي ثمانية سلندر فأربعة سلندر ستة سلندر معتون توربو أو واحد توربو تعدى الغرض فتخفيف الوزن تقليل الإمبعاثات فعالية أفضل وأداء أفضل هذه كل هذه الأشياء تتوفر لك هي التوربو فعملية هم التوربو يخلغ في الجو الحار ترى دراه أشوف 32 منطقاتها كل منطقة تلك جميع authore لليات هذا الانتر كولر اللي هو مardeator هم هذه كلها موجودة وجاء التوربو يongغل في الجو الحار المشكلة أبدا هل نتحدث عن كلا أمبر وجهاز م 되ريد ماذا لا يجبricia wire فهذا النقطة الآن التوربوات ستتصنع غالبيتها من السيراميك أيام كانت تتزهر تتكسر كم يعيش معك التوربو؟ يعيش معك التوربو بعمل نظر 6-7 سنين إذا بتراعي كويس التوربوات الجديدة إذا بتراعي كويس ممكن يعيش معك فوق العشرة سنين إذا انت منوع اللي يكرف وحرق 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 عندك 3 سنين حتكون فنية التوربو فيها وتغير واحد تاني جديد لأنه عبد الفكو في بعض يعتعملوا ري بيلد إعادة بناء أو شيئا كده وحوريكم بحين بعض القطع حقا التوربو كيف يشترك طبعا التوربوات ليها نواح نوصلها لعنه بس حبا وصل لحاجة واحدة التوربو بتم تصميمه يعني الهدف منه موجود تبقى والله سعره سوبر رياضية توربو الواحد 600 حصان و 900 حصان و 1200 حصان التوربو الواحد فيه موجود تبقى للعزم تريلات دينات ديزل بسلام إن شاء الله إن شاء الله ينزل عزم عشان زي السحر كده من كتر مو جميل و حسب انت مطلوب إنه الشيء الأحمال أو زان تقيلة ديزل تلاقي بسرعة تشتغل التوربو معاها وابتدع على طو تلاقي السيارة ما شاء الله تسع عشر نمر بحيث إنه ما ينقطع نفسها هذا هو بالدالك الزخم اللي أنت تبغاه اللي هو عشان تشيل الحمولة تلاطنان هذي الداكية بسرعة لا والله أنا عندي سارة صغيرة جدا وابا بس إنه وزنها خفيفة أبا بس شوية أبا 1600 سي سي أو حتى 600 سي سي وأبا حاجة صغيرة جدا يدوب تديها شوية هوا نفس بسي أوكي هادة توربو على قدا أبا تولو لأ بس حق القومة بحيث يدي سارة عائلية ما أبغى سرعة عالي منها فأبغى اللي أنه هادة تورو ويدي بس العزم وخلي سارة دغوم الفزة حقاتها صغيرة تلاقيه في سارات زي الماززة جديدة سيكس نين تلاقيه ممكن في حاجة زي الله سأسلمكم الفورد الـ Expedition Twin Turbo جديدة الآن تلاقيه في الكادة لك الـ CT6 بحس لديك الزخم والميد رينج العزم متوسط ويبتدي معاك مسافة طويلة عريضة يبتدي حتى العزم جاي على باند عريض بعرضا طول ما انت ماشي ما يخلص معاك والجيربوكس يكمل معاك النسب 7-8-9 نسب وزمال الـ F-150 جديد نازل معاك بالشكل ده لا الله نبغى شي حق رياضي بحت زي ما قلت موجود حق عزم وإحمال أوزان موجود وحق برضو جي كما في الديزل موجود فحسب مخصصين ولكل سيارة حسب المطلوب منها مع تقليل حجم صفية تمزين وإنبعاثات والضرائب المفروض عليها بيتمسقها بالتوربو طيب هل نخش مهم هذا توربو التوربو هو هنا الله سلمكم شوفوا هذا توربو كويس طبعا شركة HKS معروفة تماما شركات HKS معروفة وشركات عملاقة هذا الفتحتين هنا حنوريكم وشوفوا ناحية التوربو لاحظوا لما برمت المروحة كملت برمعنا من هنا وخلينا هي إذا كملت اهتمان من هنا شوفوا اهي اهي بتبرم الفكرة كيف لا يسلمكم الأول الحار اللي طالح زي النار توربو السيراميك استحمن لغاية 3000 درجة مهات أكثر من 3000 درجة جموية السيراميك النظيف المحترم سطح الشمس 3000 درجة مهات سطح الشمس مش برطنة برطنة مصيبة تانية بس السطح 3000 درجة كفان الله إياكم النار والحرارة والشرارة الان الهوى الحار بيطلع من الشكمان اللي أسلمكم طالع يجري طاير من هنا فهو بيطلع الهوى بيبرم المروحة مروحتين متعكستين على قضيب عامود حديد رفيع جدا بتصنع في التروبات نظيفة من الماغنيسيوم والتيتنيوم فتلاقوا اللي حشرح لكم هو الآن زيدة هذه ممكن يجي وزنه حوالي 7-8 جرام من كتر ما يكون وزنه خفيف والهدف منه اللي حشرح لكم كمان فنوح التوربو يشيسين الآن التوربو طبعا المروحة الثانية موجودة هنا شوفوا بس عشان ما فكنا هاي هذي هذي مروحة الثانية وهو هنا بتحط بالشكل يتشابك معها فتلاقي الله يسلم المروحة يتشلقون بعض طبعا لا دافق لي لأنه تكسر هذه المروحة وهن نجرق الهواء خارج من هنا سوري الهواء خارج يبروم الشكمان من الهواء الحرب الشكمان تبتدي المروحة موجودة هنا تشتغل تبروم معها وهي بتلف المروحة الله سوري المروحة يتشغل المروحة الآن تلاحظ المروحة الثانية متعاكسة هوا الحار يتشغل بس المروحة يتشغل بس المروحة يتشغل بحيث انها تكبس الهواء يخش في المروحة الثانية الهواء قبل من خوش المروحة الحار حار يتشغل مصر حرارة مصر وحرارة مصر بحيث يتشغل المروحة حار يتشغل المروحة حرارة مصر حرارة مصر حرارة حسر حجم ومقاس وضعية وفوك لا تبتلك الهواء يخش ابرد و يخش في راس المكينة بارد عشان ما يأثر على صمامات الدخول السيارة تكون داما في نطاق حرارة محدودة عندما اشتغلت أنواع التوربو تأتي كراتي في نوع على سلمكم البلد هذا يأتي تقيل حتى عندما تبرموا مثلا بالشكل بطيط لا يبرم معك لازم زخم مستمرها و مستمرها و يبرم معك في نوع تاني يسمى جورنال تأتي المروحة الألمنيوم مثلا هذه المروحة الألمنيوم و عندما تبرم تكامل تبرم الوحدة مثلا باب التشبيه باب التقريب تكمل برن المحتها في نوع أفخم و أغلب زيادة اللي هو الله سلمكم هذا يسمى بيرنج بيرنج زي كلمة رومان بيلي أو دبل بيرنج عاد عاد ألا سلمكم بكمل برن و زي ما شرحت لكم و كمثال بصيد في الانفينيتي كيو ففتي محرك النيسان البيارة جديد التورباين يبرم يدور معك لغاية 220 ألف دورة في الدقيقة شوفوا لها الدرجة دوران التورباين معك أنواع التورباين أنواع التوربا زي ما شرحت لكم على البيريد والجورنال والبيرنج والدول بيرنج فيه عندنا كمان الستاة التقتيب يضح لك تورباين توربا فهو واحد يبتدي معك بالقومة من صغير سيارات مرسيدس مثل المثال لغاية فالتوربا واحد صغير تلقي الصغير تحت إليك ي压 بك خفزت السيارة وهي على المثال 245 ألف من أجمل ما يمكن. الآن ندخل على السيطة بأقوى في 60 دورة و واحد صغير لفزة القومة والثاني يأخذ العزم من الوسط يعني هذا يأخذ القومة لين؟ 2000-3000 دورة أو حتى أقل 1500 دورة الثاني يكمل معك مثلا لغاية 3000-5000 دورة أو 5500 أو 6000 فهنا حسب التصميم الذي يضعه بحيث أنه ما يصير فيه فجوة في النص فاضية وتلاقي غالبيت التوين توربوس ما هذا يقطع و هذا يستلم لا تلاقي يوصل للمرحلة بحيث أنه يبتدى الكبير عبل ما يأخذ الزخم حقه يشتغل يكون الصغير يكمل معك لغاية هنا دورانه. ابتدى الكبير يشتغل معك من دوران أقل واستلم من أول ما يبدأ يأخذ الفل يبدأ يشتغل العزم و يبدأ المراوح تدور بسرعة هذا يستلم من هنا الكبير والصغير يبدأ و يجنب تماما و الكبير يكمل معك فتلاقي حسب و يكمل معك و يكمل معك و حمولات و سحب أو تلاقي زج جي تي ار ما جنان في جنان أو نان إليفن تون توربوس لا يعني العملية أنه ألحق بسرعة بسرعة الأحصنة والعزم و عشارة ثواني في الحلبات أو أجزاء من عشارة ثواني في الحلبات كلها مهمة و يجب أن تكون مختلفة الآن خلصنا من تون توربوس و شرحت لكم ثلاثة نوع توربوس و تركيباتها من الداخل ندخل على نوع جدا مشهور موجود في فولفو و موجود في فراري و في سهرات كثيرة و تدعوه تمندون اللي يسمون تون سكرول و شرحت عليك بالكده قلت هذا كأنه تون توربوس وبطن بعض بمعنى توربوس كأنه فيه مراوح أو المراوحة واحدة كأنه لها زي نوعين من الشفرات فتشغل بجزئين كأنها اثنين توربوم مضاعف فما يلحق ياخد وقت طويل عشان يشتغل و إذا يشتغل يدي مفعول سريع فهذا كمان تون سكرول فيه نوع تالد اسموه VGT VGT اللي هو المتحرك هذا زي البورشنين الليبين توين توربو هذا الرش حقته متحركه زكي جدا عبقري جدا فنان جدا إذا في عالم الناس مثلا بروح يتفرجوا على مغني هذا قائد أوركستر الوحده أو قائد فرقة باليل وحده بس طبعا التوربو ده ب 30 ألف ريال فكمان عشان نكون واضحين فيه عبقري جدا و مراوحه عنيفة جدا و تتحرك من صغيرة لكبيرة من ضيقة الواسعة هي الواحدة المراوح من جوة في التوربو تشتغل بس بالسعر تجي فطبعا كل حجرة ليه وجرة والسيارة هذي ايش أكيد لها أصحابه و الشعر في نوع الأخير اللي هو الله سلمكم توربو كهربائي وهذا بيدخل هوا مضخة هوا كهربائية بيدخل هوا في رأس المكينة بسرعة و بعنف فبتديك ما شاء الله في رأس المكينة فجأة لا شعورية الهوا دخل في رأس المكينة الحتراق اشتغل ماشاء الله بزيادة و اشتغلت بقوة وهذه حتى ممكن تحكم في الحرارة حقته قديش مكبوس أو قديش مكبوس الحرارة يعني مكبوس الهوا جوه مش مكبوس الأكل قديش ممكن تنضاع هذي أنواع التوربو بشكل عام الانتركولر شرحنا لكم عليه كيف نحافظ على التوربو شو رحتلك مع المرة التوربو كيف نحافظ على التوربو طه البساطة شي جدا سهل و انت ما شاء الله سلمك طاير في جو رومانسي و الشاعري في عز الحر طبعا علاقة طردية او عكسية كلما يبرد الجو اكتر كلما التوربو يتنعنش معاك اكتر لانه بيساعد الانتركولر في شغله بشكل افضل و بيبرد الهوا و تزيد كثافته و تزيد فعالية الحتراق كيف نحافظ على التوربو سهلة هنا انا نلاحظ التوربوهات ليها معينة خلينا نخش على الانتركولر في التبريد التبريد يأتي هنا يما هوى لهوا أو هوى لموية أو هوى لزيت و هنا بحيث انه مربوط يعني خبط الهوا بضروفي مع ديتر موية او مع ترمب الزيت بتساعد في التبريد هنا لدينا هذا نوع يخذ نوعين من التبريد نوع موية و نوع زيت عشان يحافظ على تبريد التوربو ماذا يأخذ الزيت؟ يأخذ الزيت من زيت المكينة كيف نحافظ عليه؟ والماء من الرديتر منفصل أو في نوع بستبريد واحد مثلا الماء أو بس الزيت لازم يأخذوا من زيت المكينة كيف نحافظ عليه؟ أول شيء أرجوكم أخذوا الزيت جدا مضيف أنا عادة تنحو براحة سارتي إذا استرخصت فأي شيء سارتي ممكن استرخص حاجة هنا أو هناك أو ممكن لها فرشات أرض أو تعاسات إلا حاشتين ما استرخص فيها أبدا لا زيوت السيارة ولا كفرات السيارة كفرات السيارة وفراملة عمري معلقة عليها الزيوت أنا عادة مرحة شارية أغلى نوع مهما كان غالي إلا ما يشوف فايدات على قدام محافظة على التوربو محافظة على المكينة محافظة على البساتم الانتيك الصمامات محافظة على السيارة بشكل آخر حتى عافية السيارة بتكون أنشط من غيرها ولو كانت ماشية أكثر منها طيب إلي بيصير عشان إتفادة حاجة يسموها أويل سيزلينة أو أويل كوكينغ ما يجي طاير وتطفي المكينة على طول فليسير التورباين لسه بيدور جوه شو هذا التورباين مكسر لاحظوا هذا التورباين تكسر إنه عادة التوربينات عليها حماية من فلتر فما يخوش عليها هو يكسرها هذا تكسر لي هنرجع نص الحكاية لان الحماية برضو حجية لكم عليه وين كون نطات هنا التوربو نشيط ممكن التوربو خمسة عشر بيص ممكن ترفع لثلاثين اللي بيصير هو هيكمل معك توربا ما هيقول لك لا اللي يصير حاجة واحدة الله يسلمك إنه الحامل حقات هذه في مكان جدا جدا ضيق لما يركب جوه هنا المسافة يعني بالكاد 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 بيتحرك بالكاد بيتحرك جوه هنا بالكاد يعني لو تكلم بالملي بالمايكرون المسافة اللي موجودة فاللي بيصير كالعاطي تحمل زيادة المحامل حقها توصل لفوق طاقتها تبتدي تحتز او تبتدي تكسر وتبتدي تسخر مع الحرارة و حرجها الان جبت الحرارة مع الزيت تاني مرة لنفس النقطة اللي حتكلم عليها فبصير الله يسلمك ويش تبتدي يخبط جوه تبتدي يخبط زي المراوي حقات الطائرات إذا خبط فيها الطائرة وخبط شيعة على طول بتتدمر شوفوا ايه كيف الحافظ عليه قبل ما توصل البيت الله يسلمك حاول مسافة تسع عشر كيلو ترفع رجلك عمزين بالتدريج تدي فرصة للهوا في الفرامل في غير بوكس في فاير وول الجدار الناري حتى في التكيف حتى كل الامر معاك التكيف تحسن لانه ابتدى الهوا ده كله يجي وخشوه لانك ان تكون ماشي مثلا سرعة 220 180-190 فيبتدي شوية شوية كنت بتولد حرارة عالية مقابلها الهوا بيبرد الان قللت السرعة دخلت في زحمة وابتديت الهوا اللي كان داخل بديك السرعة ابتدى يوقف يخف سرعة 190-180 و120 كيلو يد الحرارة موجودة في نفس الوقت توقيت الحرارة ما زالت عالية بس اديها فرصة ارفع رجلك عمزين اديها قبل ما تصل البيت ب7-8-9 كيلو قد ما تقدر اديها فرصة انها تبرد امشي على سرعة مثلا 90 كيلو حاول انك ما تزيد كما تصل البيت بكيلو او اثنين لا تزيد عن 1500 دورة تجد الاربويم نفسه انقطع عنه الهوا اللي بخلي يشتغل فابتدى اوتوماتيكيا اخسر السرعة الدوران في التربين توصل البيت بسم الله الرحمن الرحيم اذا قد دفعنا الحرارة نزلت السرعة هديات وصوتها هدي ممكن تطفي على طول لقيت لسه الحرارة شوية فيه صوت المراوح شغالة هديها 30 ثانية وطفيها فيه جهاز حلو موجود في الشركات السرعة الغالية حطينه فيه اسمه توربو تايمر هذا بيخلي التوربو تايمر مو موجود في كل السرعة بس انا على السرعة الروبية كانت معي الفولفو كان موجود فيها فاذا وصلت في اودي شفت في سرعة كثيرة اذا وصلت مكان معين والتوربو والزيت لسه مالح يقورد فاذا تقفيت السيارة هو يكمل تسمع صوته ترمبو شغالة ولا بتسير الزيت والمراوح شغالة بحيث انه ايش تحافظ على زيت المكينة انه ما ينحرك يزيله جلطة لان اذا تحرك سالزة جلطة اذا البني هذا انه يجينا فيه فبتقل الحكاة هدي كلها وبتحافظ لك طولت الموضوع معاكم شوية بس شرحت اللي اللي حابب تفاصيله مننا عرف واللي حابب يعرف فوائد التوربو وكيف حافظ عليها عرف شكرا لكم واسر اذا طولنا عليكم بس الموضوع دي ما شاء الله ما بتتشرح بسهولة جدا فحبيت قد ما اقدر ابسطتها وصهرة لكم ايش نوع البنزين حسب صناعة السيارة والعزم المطلوب منها او الاداء المطلوب منها فهذا ما ندعو نوع الزيت البنزين مع انه الديزل مع التوربو اشتغلو زي العصر بزيادة ليه لانه الديزل اصلا الهوى بيسخن جوا بعدين بيبخوا عليه ويضغطوا الهوى وصل لدرجة حرارة الهوى تصل لدرجة حرارة عالي جدا بعدين يبخوا عليها كده رشة جريئة من الديزل فلما ينتقفل خلاص تبتديش ويكمل الضغط يولع فالهوى الحار التوربو كده كده بجيو الهوى حار فبيندمج بشكل سحري مع المحركات الديزل التوربو بشكل جدا رائع شكرا لكم امتابعتكم اسف اذا الموضوع طويل بس حبيت فعلا لان الم لان الم فيه كثير لكم يعني من كل جوانبو بكل انواع التوربو مميزاتها مميزاتها سريع صيانة رخيصة و بس هم رعو في الزيت وفي التبريد نوعية الزيت وفي التبريد و بيقدي عامل جبار و بيخدمك فترة طويلة من ستة لسبع سنين ممكن يقدي عشرة سنين معاك انا كم معي سارك ثلاثة سنين ان شاء الله و شوية ما فتح التوربو يوم فهمه بشي زي عاصل معنا شكرا لكم و لاتجارب و مشاهدات تاني كثير شكرا شكرا